السلام عليكم ورحمة الله معكم معلم السلسابير رمضان من أكاديمية المدارس وروضة رؤى الفارق اليوم إن شاء الله يا رابع رح نكمل درسنا وهو الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية اليوم إن شاء الله يا رابع درسنا هو عبارة عن حل أسئلة الكتاب فرح نبدأ بتمرين واحد من كتاب الطالب صفحة عشر بحكي لنا التمرين أكتب ما يمثله النموذج على صورة عدد كسري ثم على صورة كسر غير فعل شو يعني صورة عدد كسري؟ عدد كسري يعني بكون من جزئين عدد كلي والجزء الثاني شو هو؟ اللي هو الكسر الفعلي طيب خلينا نحول أول إشي لعدد كسري نعم كم واحد ملون كامل؟ عندي هذا مستطيل كامل واحد اثنين ثلاث إذن ثلاثة وهون كام؟ واحد اثنين ثلاث من أصل كام؟ من أصل خمسة إذن ثلاثة هو ثلاثة على خمسة كمان مرة نعدوا واحد اثنين ثلاث هاي ثلاثة اللي هو العدد الكلي وكم واحد ملون؟ واحد اثنين ثلاث من أصل كام؟ من أصل خمسة ثلاثة على خمسة هذا عدد كسري طيب بدي أحوله على كسر غير فعلي كيف نحوله يا رابع حكيم نضرب المقام بالعدد الكل يعني خمسة بتلات خمسة بتلات خمستاش زائد تلات يساوي طمانطاش إذن طمانطاشة على خمسة أو ممكن إذا ما بديك تحولها هيك من النموذج نفسه تعد منيجي منعدهم هدول كاملين لازم يطلعوا طمانطاشة على خمسة نعيد واحد اتنين تلاتة اربع خمسة ستة سبع تمانية تسع عشرة احداش تناش تلاتاش اربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش طمانطاش إلى الطمانطاش على كم؟ على التقسيمة كاملة اللي هي خمسة نروح الآن لتمرين عشرة من كتاب الطالب صفحة احداش شو بيحكي لنا التمرين؟ لدى فاطمة واحد وثلاثة أربع هي ما بقرأها واحد وثلاثة أربع او بحكي واحد وثلاثة على أربعة رغيف من الخبز الأسمر اذا كانت تأكل في الوجبة الواحدة ربع رغيف او واحد على أربعة رغيف فكم وجبة تكفيها كمية الخبز شو بدي أساوي على الأشياء رابع؟ باجي بمثلهم بالنماذج بحكي واحد وثلاثة على أربعة كيف أمثلها بالنماذج؟ هاي بدا تكون كاملة واحد فيهم رح يكون كامل والجزء الثاني رح يكون ملون منه بس تلا وحدة؟ لا هاي شو؟ هاي كل الكمية اللي موجودة عند فاطمة اللي هي واحد وثلاثة على أربعة طيب إذا كانت تأكل في الوجبة الواحدة واحد على أربعة رغيف كيف بدي أعرف كم بتكفيها الكمية؟ إذا هي تأكل بالوجبة الواحدة ربع رغيف شو يعني ربع رغيف؟ يعني مربعة صغير واحد معناته لازم أعد كم مربعة صغيرة عندي عشان أعرف هي كم بكفيها هذا الخبز يعني هاي بتكون للوجبة الأولى الوجبة الثانية ثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السالة معناته هذا الخبز بكفيها لكم؟ لسبع وجبة ليش؟ لأنه لما يجيت عديت كل كم ربع موجود في هذا النموذج وجدت إنه سبع أربع معناته بتكفيها الكمية لسبع وجبة كمان مرة نعدهم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة خمسة، ستة، سبع إذن سبع أربع وهي بتاكفي الوجبة الواحدة ربع معناته رح تكفيها لسبع وجبة ننتقل لتمرين 11 من كتاب الطالب صفحة 11 التمرين بيخيه لنا يستغرق قيس واحد على ستة أو بحكي سدس ساعة للوصول إلى عمله يومياً كم ساعة يستغرق قيس للوصول إلى عمله في عشرين يوم؟ أكتب الناتج على صورة عدد كسري طيب، هلأ باجي بسأل حالي طالما هو تاخد معا الطريق سدس ساعة حتى يوصل فأنا بسأل حالي كم سدس في العشرين يوم؟ اللي هو طالبهم مني بسأل حالي كم سدس موجود في العشرين يوم؟ معناته شو بدي أعمل عشان أعرف كم سدس موجود في العشرين يوم؟ بدي أقسم العشرين على مين؟ على ستة يعني رح أستبدل الواحد بعشرين وأحكي عشرين تقسيم ستة هلأ هيك صار عندي كسر غير فعلي هو بده إياه على صورة عدد كسري بروح بقسم عشرين على ستة عشرين تقسيم ستة نقسم عشرين على ستة فيها كم؟ تلات تلاتة بستة طمانتاش بطرح عشرين ناقص طمانتاش ويساوي اتنين معناته تلاتة صحيح واثنين على كم؟ على ستة إذن هاي هاي العدد الكسري اللي بده إياه لحتى يوصل لشغله في عشرين يوم يعني تلات ساعات واثنين على ستة ساعة تمرين اتناش من كتاب الطالب صفحة احداش شو بيحكي لنا هذا التمرين؟ بيحكي لي أنه تستعمل مريم اتنين واثنين على ثلاث كوب من الحليب في صنع قالب من الحلوة إذا أرادت أن تصنع قالبين فكم كوبا تحتاج؟ ومثل المسألة بالنماذج ثم أكتب الإيجابة على صورة كسر غير فعلي وعلى صورة عدد كسر يعني بده الجهتين تمام هلأ يا رابعو شو حكي لنا؟ إنه تستعمل اتنين واثنين على ثلاث لحتى تصنع قالب واحد من الحلوة طيب بدي أمثل أول إشي لما تصنع قالب واحد من الحلوة ده أثلب النماذج معناته أنا بدي اتنين كاملين والثالث رح أقسمه لثلاث أجزاء وأعبي منه بس اتنين لأنه هي اتنين على ثلاث هاي شو الكمية؟ هاي الكمية اللي رح تستخدمها في قالب حلوة واحد طيب إذا بتعمل واحد تاني معناته بدي هتكرر الكمية هاي نفسها شو رح نعمل؟ رح نضيف لها الكمية نفسها اللي هو اتنين كاملين والثالث رح نعبي منه بس تنتين والثالثة بتظلها فاضية الآن بحبر عن هذا على صورة عدد كسري كيف؟ بدي أعد كم واحد عندي شو مالهم؟ كاملين فيهم كامل يلا نعب واحد اتنين تلاتة اربعة هدول كاملين إذا اربعة كاملين هلأ بعد كم؟ اللي مش كاملين بعد الأجزاء واحد اتنين وهون تلاتة اربعة اربعة على كم؟ على ثلاث تقسيمة كامل ثلاث إذا اربعة وأربعة على ثلاث طيب هلا هاي صورة عدد كسري بدي أحولها لكسر غير فعلي لكسر غير فعلي كيف؟ بضرب وبعدين بجمع أربعة بتلات تناش تناش وأربعة يساوي ستاش ستاش على كم؟ ستاش على تلات وهاي هي نفسها إذا لاحظنا يا رابع هون نتطلع أنه هذا كسر غير فعلي وإحنا حكينا أنه العدد الكسري لازم يتكون من شو؟ لازم يتكون من عدد كلي وكسر فعلي وليس غير فعلي فمعناته هاي هي نفسها خمسة واحد على تلات لما أمثلها هي عدد كلي وعدد وكسر فعلي اللي هي نقسم ستاش على تلات يساوي خمسة وكم بزيد؟ واحد إذن واحد على تلات خمسة وواحد على تلات ننتقل لتمرين تلاتاش من كتاب الطالب صفحة إحداش شو بحكي للتمرين؟ بحكي لنا يا رابع أيهما أكبر إحداش على خمسة أم تلاتاش على ستة وأبرر إجابتي طيب أول إشي يا رابع بدي أعمله إني بدي أحول هدول الكسرين الغير فعليين بدي أحولهم لعدد كسرية تمام؟ نيجي بنحكي 11 على 5 11 تقسيم 5 شو العدد اللي بدربه بخمسة بعطيني 11 أو أقل اللي هو الاتنين 2 بخمسة عشرة لأن بطرح 11 ناقص عشرة يساوي واحد معناته هذا رح أكتب على صورة عدد كسري 2 و 1 على كم على 5 1 على 5 طيب نيجي نحول العدد الكسري الثاني أو الكسر غير فعلي الثاني إلى عدد كسري 13 على 6 شو العدد اللي بدربه بـ 6 بعطيني 13 أو أقل اللي هو الاتنين 2 بـ 6 12 بطرح 13 ناقص 12 يساوي واحد إذن هاي اللي هي 2 و 1 على كم 1 على 6 أول إشي لما باجي أقارن بروح بقارن مين بقارن لعداد الكلية طيب هون عندي 2 وهون عندي 2 وهو طالب مني أيهما أكبر تمام هون 2 وهون 2 معناته دولة تساوي فأنا مين بدي أقارن الآن بس بدي أقارن الكسور الفعلية 1 على 5 و 1 على 6 كيف أقارن بينهم؟ بروح بمثل هدول الكسرين على النماذج عندي هذا النموذج اللي هو 1 على 6 هاي بنقسم المربع على 6 1 2 3 4 5 6 بلول 1 فقط لأنه البسط عندي 1 طيب بمثل النموذج أيضا 1 على 5 هاي مثلنا النموذج 1 على 5 تمام؟ الآن باجي بتطلع حون يا ربع مين أكبر هاي ولا هاي؟ من النظر لما تطلع مين الأكبر؟ الجزء الملون هاد ولا الجزء الملون هاد؟ فلاحظ أنه الجزء الملون هاد أكبر معناته 2 و 1 على 5 هو الجزء الأكبر 2 و 1 على 5 هو أكبر معناته 11 على 5 هي أكبر من 13 على 6 تمرين 1 من كتاب التمارين صفحة 7 شو بحكي لي التمرين؟ أصل بخط بين العدد الكسري وتمثيله المناسب في كل مما يلي أول عدد كسري عندي اللي هو 2 و 3 على 4 بروح بتور مين عندي اللي ملون 2 كاملين؟ عندي 1 و 2 وهون كمان 1 و 2 حكي لي 3 على 4 يعني 3 أرباع المستطين ملون وين؟ وين اللي 3 أرباع ملون؟ اللي هو هاد معناته هذا النموذج بمثل 2 و 3 على 4 طيب العدد الكسري الثاني اللي هو 4 و 1 على 4 مين اللي ملون فيه 4؟ ما فيه غير هاد 1 2 3 4 وملون ربع المستطيل الأخير معناته هاي 4 و 1 على 4 3 و 1 على 2 3 و 1 على 2 أي 1 و 2 3 و 1 على 2 اللي هو نص 3 و نص معناته هاي محان 3 و نص آخر واحد اللي هي 2 و نص 1 و 2 وهي هاي ملون نصها معناته هاي 2 و نص الآن عندي تمرين من 7 إلى 9 من كتاب التمرين صفحة 7 شو بيحكي لي التمرين؟ أكتب العدد المناسب في الفراغ أول واحد عندي 1 وكم على 7 يساوي 8 على 7 يعني كأنه حول الكسر غير الفعلي هاد لعدد غير كسري فأنا بأخذ الكسر غير الفعلي هاد وبحوله لكسر لعدد كسري 8 على 7 8 تقسيم 7 فيها 1 1 ضرب 7 7 الآن بطرح 8 ناقص 7 1 هذا الناتج بنحط في العدد الكل هاي موجود هون عندي 1 والبسط هو عبارة عن الباقي الباقي كم؟ الباقي 1 معناته رح أحط هون في البسط 1 وال7 هاي موجودة اللي هو المقسوم 1 انتقل للي بعدها هون حول عدد كسري إلى كسر خير شعور كيف بدي أحوله؟ باجي بحكي 4 ضرب 2 4 ب 2 8 زائد 3 يساوي 1 معناته 1 على 4 اللي بعدها هون عندي 3 و 1 على كم يساوي كم على 4 إحنا بكل مرة شو بنلاحظه يا رابع دائما أنه المقام شو ماله نفسه هون 7 7 4 4 معناته المقام دائما نفسه إذن هون عندي 4 معناته بالأكيد هون 4 الآن راح أحول العدد الكسري هذا لكسر فعلي كسر غير فعلي 4 ب 3 يساوي 12 زائد 1 و يساوي 13 إذن 13 على 4 تمرين من 10 إلى 11 من كتاب الطالب صفحة 7 شو بيحكي لنا التمرين؟ أكتب العدد المناسب في الفراغ أول إشي عندي 2 والبسط والمقام مفقودين والمقام هون مقود طيب إذا المقام هون بالجهتين مفقود شو بدي أعمل؟ هون حول العدد الكسري الآتي حوله لكسر غير فعلي طيب يعني في عدد أنا قسمت 7 على هذا العدد أعطاني 2 شو لحدد اللي بس أقسم 7 عليه بيعطيني 2 يعني كأني بسأل كم ب2 بعطيني 7 أو أقل من هو اللي هو الثلاث لأنه 2 ب3 بعطيني 6 معناه المقام يساوي 3 إذن أنا عرفت المقام الآن بقدر بكل سهولة إني أحول الكسر غير الفعلي هاد إلى عدد كسر أجيب أقسم 7 على 3 7 تقسيم 3 بيها 2 2 ب3 6 الآن بطرح 7 ناقص 6 ويساوي 1 إذن هاي الاثنين العدد الكلي و1 على 3 1 على 3 تمام ننتقل للي بعد نفس الفكرة عندي البسط والمقام هون مرفقودين وبدي أوجد المقام اللي هون عشان أعرف أكمل المسألة كاملة بحكي شو العدد اللي لما أضربه ب5 بعطيني 11 أو أقل يعني 1 تقسيم 5 كم يساوي 2 معناته المقام عندي هون 2 لأنه 2 ب5 ويساوي 10 1 تقسيم 2 الآن رح أحوله يساوي 5 5 ب2 ويساوي 10 بطرح 1 ناقص 10 ويساوي 1 اللي هي 1 على كم؟ على 2 إذن 5 ونص هي نفسها 1 على 2 هيك رابع من كون خلصنا هذا الدرس علينا واجب من كتاب التمارين صفحة 7 هو تمرين 2 و 3 و 4 و 5 و 6 يعطيكم العافية